الجدير بالذكر أنه فكرة الدم ليست موجودة فقط في العهد القديم ولكن منشوف يعني حتى غرض المسيح لما كان مع التلميذ في العلية قال هذا هو دمي للعهد الجديد وطبعاً منشوف في الرسائل تكراراً ومراراً بيتكلموا عن دم المسيح خبرنا تفضل يعني الدم في الحق زي ما نعرف جاء في بداية الكتاب المقدس ونظام العهد القديم كله مبني على الدم مش بس النموس طبعاً النموس أدانا توضيح أكثر لكن من قبل النموس يعني مثلاً كيف تبرر هابيل كتاب يقول لنا بالإيمان قدم هابيل لله ذبيح أفضل من قاين فبه شهد له أنه بار الشهد الله لقرابينيه كيف تقدم إبراهيم إلى الله عن طريق ذبيحة قدمت ذبيحة ولما قدمت ذبيحة قبلة عند الله أما نمش شوية لا أن نوع أخذ معاه للفلك سبع أزواج من الحيوانات الطهرة والطيور الطهرة بينما بقية البهايم والحيوانات غير الطهرة اكتفى بزوج لحفظ النوع أما ليه أخذ معاه سبع من الحيوانات الطهرة عشان يقدم ذبايا وأول ما بنى نوع في العالم الحاضر كان مذبح هو بنى فلك لخلاص بيته ثم بنى مذبحاً لتقديم العبادة لما نروح لإبراهيم كان رجل المذبح نعم فبنى في حياته أربع مذبح ولعل أشهرها تكوين 22 لما الرب قال له خد ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك فالدم فكرة الدم مترسخة في سفر التكوين لكن نلاقي الجانبين يعني مثلاً قلنا إن قايين صوت دم أخيك صارخ إلى يمن الأرض لما نروح ليوسف وإخواته يقول إننا مزنبون إلى أخينا هو ذا دمه يطلم منا اللي فكركم بدم يوسف لأن الدم يعني الشخص الذي يحتقر عطية الله الدم حيكون شاهد ضده وليس شاهداً عليه ونفس التعبير يتكلم فيه نبي حسقيال هو ذا دمه أطلبه أما دمه أطلبه من يدك عن أهمية الموضوع ولكن أيضاً في العهد الجديد يعني العهد القديم تنبأ عن عهد جديد بحسب نبوة أرمية 31 وبتشوف إن هذا الأمر يتكرر في العهد الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر